السلام عليكم معاكم زملكم دكتور عبدالله عشرف بإذن الله نرضى نستكمل بتاعتنا الخفيفة والبسيطة بس المرة دي عن النوز لا تقلقوا برضو التمانية MCQ ونطلع بهم في شوية بالنسبة لأول التحديدات اللي وصلت لنا كانت عن النيزل اوبستركشن هناخد منها البوليبس وشوية تيومرس كده وبعدين في آخر محاضرة ناخد شوية حاجة بسيطة كده مهمة وبس هنكون خلصنا بإذن الله نبتدي بالنزل ابتركشن البوليبس إسمها ايه اسمها البوليبس بتاعت البار النيزل ساينس اوكي يعنيي بوليب اصلا بوليب دي يعني حاجة زائدة زائدة فبتكون بدونقيلد ويديرتماس لازم تكون إيديرتماس يعني ملتحبة عشان كده لو هي ملتحبة يبقى قوه ايه يبقى قوهبلازما سيلز وازينو فييلز اكيد والليمفوسايتس وهي ملتحبة في عشان كده هالعلاجها بيالاجها بإسترويد صح اديها اكيد. وإيه? عشان هو علاج الالتهاب. اوكي فهي عبارة عن ايه? عبارة عن بتاعها بيكون ايه? بيكون مش مهم. مش لازم تعرفوه. وليزم بس تعرفو ان الكورب بتاعها بيكون تمام? جواب لازمة زينو فيه الوينفوسايت. كم نوع من عندنا? اتنين وهنا اخدهم. تمام? في الاثمويدل سينس هي اما في الانتروكوانل بليب او اللي هو الماكزيلري. تمام? بيطلع من الانترم اللي هو الماكزيلة وبيدخل على الكوانة بتاعة الناسل كافتي. اوكي. نبتدي باول واحد اللي هو الاثمويدل بليب. في شوية كريتيريا كده عايزكو تعرفوه وبس. الاثمويدل بليب هي عبارة عن ايه? نفس الكلام بس عايزكو بعض تفرقوا بشوية الكلام ده. ان هي بايلاترال بتكون بايلاترال من الناحيتين. تمام? يمين وشمال. بتكون بايلاترال. نفس ιات بتكون مالتبل. لازم من دول بتكونوا عارفينها. بايلاترال ومالتبل. تمام? بتطلع من فين من الاثمويدل سينس? يبقى الاثمويدل بليب بتكون ايه? بايلاترال. ليزم. بايلاترال ومايليب. علا عكس الآنتروكوان لعشان هلنا نتكلم عليها. طب الانسدنس بتحصل اقتر فين? اقتر من الأنتروكوانل بليب. تمام? الفريقوانس البheenتاح بيكون طيب هل ليها ايجي معين? اه في الادولتس. طيب في السايد قلنا بايلاترال. اوكي? دول مهمين جدا. يقول لك واحد عنده على طول يبقى تمام? وقاي لي على طول تمام? الاترولوجي بتاعنا ايه الاسباب اللي ممكن تودينا له في البليب اثميدل? هي تمام? مش لازم نسترجع ذكرات ونعرف ايه بها تمام? التهاب بيحصل او تمام? نتيجة اي حاجة بقى من الواحد حساس يعني. تمام? دي القامل نست. لو فيه التهاب في السينس نفسه ممكن الاليرجيك فانجل ممكن الفانجاي هي برضو تعمل لي سانسيتس فانتو قعدناه الاثميدل بليب تمام? اوكي. طيب السمتومز العيان هيجي لي باي? زي ما احنا لسا عالين بايلاترال تمام? ما حاجة بايلاترال. بايلاترال بايلاترال نيزل اوكي. ويه كمان بايلاترال ميوكويد مش بريليانت. ميوكويد نيزل اوكي? اهم كلمانة بايلاترال. البيش انت بيجيلي بايلاترال. اوكي. تمام? انا هبص على العيان هلاقي. هلاقي مالتبل زي ما احنا مقلنا بتاع. اهو. احي. شوفوا هي بتكون مالتبل. هادي البول ايه. كتير جدا صح? بتكون في نفس الوقت بيل وغريش. ومالتبل. لازم تكون مالتبل. اوكي. بتدينا منظر كاسم جريب لايك. شبه عنقود الاعينة بقى. باين جدا. ومفوش حاجة. بيطلع من الميدل والسبير متاس. مش مهمة مش هزم تعرفوها. طيب. في ممكن البوليب هلاقيها طلعالي من النارس بتاع الانتيريور نارس. من النارس. تمام? من النارس. هلاقي. انا هبص على طول كده بالانتيريور بتاعي. هبص هلاقي البوليب طلعة. اوكي? تنزل كده وتطلع من بتاعتي. طيب هعمل سيتي سكان. هيقول لي بتاع البوليب. هيقول لي يا طلعة فين ورايحة فين. طيب البيهيفيور بقى بتاع اي بوليب. اي بوليب لازم البيهيفيور بتاعها هيكون. تمام? حتى لو شلناها بيتيجي تاني بيتيجي حصل لها ريكارنس. اوكي. بالنسبة للتريتمينت احنا نستعيلين لازم التريتمينت أوف تويس ان احنا نشيل بقى. تمام? هنعمل اي? ده بتاعي تريتمينت. ان احنا هنشيل بقى. هنعمل هنشيل والحوالين كل حاجة في اللي ممكن ترجع لي البوليب دي. تمام? اسمها اه اه اثمايد اكتومي اوبريشن. اوكي? تمام. طب لو واحد مش عايز كده عايز يشيل البوليب بس. اسمها بولي اكتومي. دي اكسشن للبوليب فقط. بس دي حاجة وحشة عشان طبعا هتعمل لي اه ممكن الباشينت يجيل البوليب ترجع له. تمام? فعشان كده احنا بنفضل اللي فوق. اللي اسمها اه اه اثمايد اكتومي. تمام? اوكي. ممكن بقى اه ميديكيشن برضو ادهم له. ادلو ايه قلناها في الاول? هدلو عشان الالتهاب هي ادي اتمس. وادلو ايه انتي استمانيك. تمام برضو? وبس. دي بعد ما نعمل العملية. بس كده وكل حاجة سهلة. تمام? اوكي. ندخل على التاني اللي هي الانتروكوانا البوليب. افتكرو. هو ايه? يونيلاترال وسنجل. يا ايه? مش بايلاترال ومالتبول. تمام? عكسها تماما. يونيلاترال وسنجل. بتطلع مسلا مين فقط? مش مال فقط. وبتكون سنجل حاجة واحدة. ماشي. هي بتطلع من فين? بتطلع من الفتحة اللي بتوصل بالنزل كافتي. تمام? وبعدين هل بتوقف لغاية هنا? لا. بتمشي من النيزل كافتي تروح عند الكوانا. الكوانا اللي هي ابعد حتة في النيزل كافتي. اللي هي عند النيزو فارينكس كده. تمام? يعني ما بين الاورال كافتي وما بين النيزو فارينكس كافتي. عشان كده البوليب لما تنزلها تعمل لي ايه? تعمل لي طبعا اوبستركشن. نيزل اوبستركشن والباشن تهيجيلي اصلا مش عارف يتنفس. صح? الاورال كافتي والنيزل كافتي مقفولين. عشان كيف تريتمينت لازم اعمله ايه? لازم اعمله الويند بايب. اعمله تريكيو ستمي. على طول اخليه يتنفس. ايروي. تمام? وهنا اعرفها. الانسدنس ماشي. هل هي اكتر من الاثمويد البوليب? لا. هي عال. هي ليس قامون than الاثمويد البوليب. طب هل لها ايه جماعين? او في النيزر. السيد قلنا يونيلاترال. النمبر بيكون انسينجل. دول مهمين جدا. الاطولي جبا احنا بلنا النون بس ممكن عشان ايه? عشان انفلماتي. ممكن عشان برضو شوية التهبات كالسيناصيتس فتعمل لي ايه بوليب. تمام? السيمتونس الليلاترال. تمام? تمام? واسنجل. ويكمان? ويوكويد نيزل دسترش. تمام? نكمل. السيمتونس بقى هشوفوهم? افلى اصلا مدخل التنفس وكل حج. تمام? عند الكوانا دي طلعة احنا شايفين من الارال كافيتي. انتم تخيلين هي فين؟ هي طلعة اصلا من النيزل كافيتي اللي فوق. فانا بطس عليها في الارال كافيتي وشايفها في النيزوفيرنكس. تمام? السيمتونس يقول لي بيونيلاترال سينجل. تمام? بتكون شمال فقط يمام مين فقط تمام برضو تمام بوليب طلعة وكده وبتنزلي باكورد ناحية الكوانا تمام طبعا طبعا قلنا اي بوليب بتاعي تمام وبيكون انكمن شوية طيب التريتمينت بقى نعمل لازم هو ده هنعمل هي هنشيل برضو هنعمل هنشيل البوليب دي تمام ونوسع شوية من الاستيوم اللي بيوصل المكزيري ساينس بيه بالنازل كافتين ده التريتمينت اف تشويس ان احنا انتروسكوبيك بولي اكتومي تمام ان احنا نشيل البوليب دي طيب اه وبس وفي نفس الوقت نعمل اي نعمل برضو بولي اكتومي ممكن اكسيشن بتاع البوليب بس ده ممكن يرجحها تاني نعمل هاي ريكورنس ريت نفس اللي قبلها بالزبط اوكي اخر حاجة لو انا مش نافع خالص اعمل راديكال انترام انترام هنا المكزيري يعني خلاص البيشنت عندي مش بيتحسن وعمال يكون لي البوليب وكده فاعمل اي اعمل راديكال هتخلص من المكزيري ساينس على طول تمام هاشيل المكزيري ساينس خالص ده بيحصل في الريكورنس كيسز تمام اسمها لكن اللي بتاعنا هو الانتوسكوبيك بولي اكتومي تمام بس تمام ونكمل ناخد بقى تاني تحديدها في هناخد اتنين سهلين جدا انفرتت بابلومة تمام وبس نبتدي بالانفرتت بابلومة ده بيعملي نازل ابستركشن تمام اول itemor يعملي نازل ابستركشن ده بال entitiesود بين insidencydent wo accounts vardır الأمر الناكتبار من 40 سنة السايد بيكون في اللاترال بولد تمام ده اول emotions باللاترال بولد تمام مش ناحية المية نيرة تسوق كله انا بحجرائي الثانية خالص مش ناحية سبتم نحية التانية تمام في اللاترال بولد فيعملي ابستركشن اكيد البخات اللي جيبها Eagles ما اسمع هاتفرتت يعني معكوس هي بابلومة بس بس انى هي اتركض استرامmiyorum لا. كأنها يعني بالعكس عشان كده بنسميها طيب جدا. بيكون عشان كده بيكون يعني واحدة يجي يقول لي بس خصلها وحشة بصراحة يعني. تمام? خصلها وحشة فهي بتكون على ان هي بس هي تمام? طيب بيكون ايه كامل اكيد كل ما شاء لها تيجي تاني. ممكن تتحول لي ماليجنة او ممكن تتحول لي سكوية السيل كارسينومة الماليجنة بتاعتها مي اخر. طيب السمتمز العيان جايلي بايه دول مهمين مهمين جدا. يوني لاترال برضو رجعنا اليوني لاترال تمام ما احنا قلنا هي انفرسل باب لما تيجي مين او شمال فقط. يوني لاترال نيزل بستروكشل. يوني لاترال نيزل بستروكشل. طيب ايه الجديد بقى يوني لاترال بستاكسس تمام? هلاي ايه? هلا ينزف من انف واحدة. طيب الساينز بقى. يوني لاترال فلاشي نيزل ماس انا هبص كده بالسكوب بتاعي بالانتيوري سكوب هلاي ايه? اه ماس كبيرة كده موغودة. بتشغل اللاترال والنزل كافيتين. طيب الانفيستيكيجنز هعمل سيتي سكان ومري عشان اشوف التيومر اكستنشن. اشوف هو واصل لفين ورايح لفين وطالع من فين. طيب هناخد بايوبسي. البيوبسي دايما نعرفوها بنعملها عشان نكونفرم الدياجنوز عشان فعلا نتأك اخر حاجة التريتمينت. ازاي نعليجها بقى? اكيد هنشيلها هي بابل لومة تيومر لازم نشيله. اعذروني. اكيد. ويندوسكوبيك رموفل اف لانفرتيت بابل لومة لازم نشيلها. وفي الاخر نعمل ايه? نعمل الميديا الماكسيل اكتمي برضو. ممكن نشيل الماكسيلاري ساينس معيها. تمام? فبس يعني اهم حاجة ان احنا بنعمل بنفتح ونشيل. اوكي. ناخد بقى اللي بعده اللي هو الكمونيست فورم بتاع الماليقين تيومر في النوز. هو الكم utral. تمام. هو اللي هو السل كرسنومة كما فى سل كارسونوم A. اوكي.宜 ام مست резة. قاب interf już بالنهاية. شب Sid muskent 50 في المية White.éndهاي 50 في المية 50 اوني. وهي في الميلز اكتر. قبل اكبر من 50% . 50x. قلبева بقى. طيب assist we could have paidpal ever بعدين بيروح لي عند تمام بيبدأ عند بعدين يروح عند النيزة الكافتي بعدين يروح عند ممكن اللي يساعد ان هو واحد يجيله القنصر ده الليد الليد اللي هو المعدن لو واحد اه 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 بوزيشن صح تمام بيعمل لي بيعمل لي طيب ممكن ده يعمل لي لان انه كارسنومة تمام تمام النيكل ده معدن مش فاكرا هيا اسمو يبقى النيكل اسمو نيكل تمام اوكي طيب السبريد ده اوحش حاجة في التيومور ما هو ماليك ان انت خلازم يعمل اسبريد اوش اعذروني حرقتها بلحن طيب ميشي زي ما احنا ما قلنا السبريد طيب السبريد ده اوحش حاجة بيعمل لي انك Britain الجبه في الانتيرير جروب او انتيرير الشخص و الـ Upper Deep Cervical Infernoot تمام اوكي و اخر حاجة ممكن يعمل لي Blood Medestasis يروح بس دي رير و بليت ممكن يروح لللنج والليور والبون والبين تمام طبعا حاجة وعشة جدا اوكي عرفنا الـ Spread بتاعه و مفهوش ولا اي حاجة طيب هناخد الـ Clinical Picture طيب العيان اللي جاي لي و عما عنده Scremic Cell Carcinoma هل هيجي لي بـ Symptoms؟ لا Initially it's asymptomatic ما الي السيمتوم اللي انا هلاحظها عليهم هلاحظها نتيجة الـ Spread الـ Spread اللي الـ Cancer عمال يروح فيه تمام هو اللي يعمل لي بقى الـ Manifestations بتاعتي عايزكوا تعرفوا ان كل الـ Manifestations بتاعتنا بتكون Unilateral يعني كله Unilateral هنقسم الصفحة بقى مصين و نتكلم عن الـ Spread بتاعه يئمة الـ Spread روح ناحية المكزيلاري وعمل لي Cancer Maxillary Sinus يئمة الـ Spread روح ناحية الـ Neasel Cavity والإثمويدال Sinus فيعمل لي Cancer Neasel Cavity and إثمويدال Sinus تمام الـ Cancer Maxillary Sinus الـ Patient جايلي بإيه؟ نتيجة الـ Spread بتاعه الخويمة Silk Arcinoma الـ Patient جايلي بالنسبة للـ Nose جايلي بـ Nasal Obstruction وطبعا كلهم Unilateral Nasal Obstruction وعنده Offensive Nasal Discharge وعنده بـ Staxes وعنده Ulcerating Fibril Nasal Mass تمام؟ هلاقي فيه ماس كده كبيرة وبتكون Ulcerating طيب ده بالنسبة لو الخويمة Silk Arcinoma أصب لي المكزيلاري Sinus طب لو أصب لي الـ Nasal Cavity والإثمويدال Sinus هلاقي نفس الكلام؟ اوه نفس الكلام الـ Nasal Manifestation نفسها Unilateral Nasal Obstruction Epistaxis Offensive Nasal Discharge وUlcerating Fibril Nasal Mass طيب نرجع حين تاني في المكزيلاري الـ Patient هيجيلي بإيه؟ هيجيلي بحاجات بقى في الـ Oral Oral Manifestations تمام؟ زي إيه؟ الـ Patient أهم حاجة هيجيلي بها هيقول له Trismas هو اللي أنا مش عارف أنضغ التفك بتاعه بيوجعه عنده Trismas تمام؟ عنده إيه كمان؟ عنده Dental Bain يقول لي أنا سناني بتوجعي بتوجعني خاصةً فين؟ المولر والمولر تيث فده هيودينا لإيه؟ هيودينا الأوروانترال في ستيولة أكيد ونتفكرينها هنتكلم عليها في الآخر لو الـ Patient جايلي وعنده واجع فيه الـ الـ أو شيء لهم يبقى على طول هلاحظ أنه عنده إيه؟ أوروانترال في ستيولة هلاقي زي سنان وبايزة خالص لوس تيث وهلاقي الباليت بتاعه الباليت تمام؟ الباليت اللي هو الروف بتاع الأورال كافتي كده بالظبط طيب بالنسبة للراجل اللي جايلي وهو عنده كانسر في الـ أو الأثمويد هل عنده أورال مانفستيشن؟ لا مفيش أورال مانفستيشن تمام؟ اوكي نرجع حين تاني في المكزيلري جايلي بنيزل و أورال وهيجيلي بإيه كمان؟ بأوربتال عيونه بقى هيجيلي بإيه؟ هيجيلي ببروكتوسيز أبورد بروكتوسيز يعني يعني طلعه بره و بص الفوق تمام؟ هلأ إيه يعني طلعه بره و بص الفوق عايزين تروحوا تشوفها على النت تروحوا يعني هاتون بسطوا والله يعاوني عنده ايه كمان؟ عنده إبيفورا إبيفورا يعني بيعية كتير تمام؟ سيلان الدموع عنده سيلان الدموع بدون سبب تمام؟ قال لي عشان في النيزو فارنجيال دقت طيب لكن مالدقت ميشي عنده ايه كمان؟ عنده دابلوبيا وفكسيشن في الايبول كأنه عنده دابل فيجن وفي نفس الوقت مش عارف يحرك الايبول بتاعته طيب نروح للمانيفستيشنز للأوربيتال للأوربيتال بس بالنسبة للإثمويدل السينس والكانسر السينس الكانسر بتاني نازل طيب أوربيتال هناخد اللي نفسها بالضبط عنده فكسيشن أوف دابلوبيا تمام؟ نفسها بالضبط ويه كمان عنده بروكتوسيز بس لاترال مش بصص لي فوق لا دابصص لي شميل تمام؟ هلاقي لاترال اني خرجه وبصه شميل طيب هلاقي عنده ايه في الميديا الكانثس الكانثس دي اللي هو الكورنر بتاع الاي تمام؟ العين العينة هي الكورنر بتاع الاي ده ده اسمه آآ كانثس تمام؟ اللي بينزل منه الدموع غالبا طيب فهو هلاقي عنده التهب فيها تمام؟ او سويلنج طيب بالنسبة بقى لي الماكزيلوري ساينس لو حصل له كانثر هلاقي البايشنت جايلي يقول لي انا هلاقي ان اخده آآ كبير ومورم اكيد ما هو كانثر في الماكزيلوري ما كان الماكزيلوري ساينس هلاقي عنده فاشيال براستيجيا مش حاسس بالوشه جدا يعني تمام؟ بس نتيجة تأثر الماكزيلوري نيرف اكيد احنا بتكلم عنا لنيرف طيب بالنسبة ل حاجة بتكون لات وانكمون زي ايه؟ ان هو يروح يعمل في برضو البايشنت اللي هو عنده الاثمويدة ساينس والنازل كافيتي هيجي يقول لي برضو وعبر تمام؟ او ايه كمان؟ عنده بقى دي اللي بيتميزه بقى عنده تمام؟ عنده سريبرو سباينال آآ رينوريا تمام؟ عنده ليه؟ ده اكبر دليل ان التيومر بيعملي بيعملي او هو من بتاعته ان هو يعمل لي سي اس اف صح؟ حاجة عملها تضغط على العظام فممكن يفتح لي في العظمة ويخليها تنزل السي اس اف تمام؟ تمام دي حلوة كده وعملناها هنشوف اخر حاجتين تمام؟ لو رحنا عملنا لو رحنا عملنا رايي هلاقي ايه؟ هلاقي بتاعه وقدر عرفه وهو واخد انهي طيب لو بايوبسي قلنا عشان تمام؟ وباخد البيوبسي دي من النيزل من النيزل ماست تاعتي تمام؟ انجوسكوبي طيب ممكن اعمل ايه كمام؟ متاستاتيك وورك اوب او فولو اوب لازم اروح اعمل لا حلوة كتاب الله اخ اعذروني سوري اوك فبس تمام؟ المفروض بقى اروح تمام واحدة ولا بس تمام؟ المفروض اروح بقى اعمل متاستاتيك وورك اوب اعمل تشيست اكس بري اشوف لو هو حصلي متاستيسس في اللونج مثلا في البرين واعمل سيتي واعمل ابدومين التراساوند تمام؟ بس تمام؟ لازم اعمل متاستاتيك وورك اوب برضو تمام؟ ناخد بعد تريتمنت تريتمنت حلوة و جميلة وهي مهمة تريتمنت لازم هو كارسينوما تمام؟ كنصر صح لو في المكزيلري هعمل ايه؟ من اسمها؟ هعملي اما تمام؟ تمام؟ بارشيل لو البرت بس من المكزيلري سينس هو المصاب تمام؟ عن طريق ايه هنستخدم هنسمعها عايزكم بس تعرفوها ليكم انتم تمام؟ بس هنسمعها تمام؟ هما دول المانوفرز ان احنا بتستخدمه طيب لو لا حين بقى هنشيل هنشيل كامل لو الهول مكزيلري سينس انفكتد تمام؟ اما عمليان بالتيومر هنشيله عن طريق المانوفر بتاعنا اسمه تمام؟ هو ده بس وهنشيل الباليت طب البيشنت هيععد لي بدون باليت كده؟ لأ طبعا هعمل له بقى او هعمل له باليت بقى تمام؟ طيب بالنسبة بقى لو كان الكنصر بتاعي في النيزة الكافيتل اثمويدال سينس بنسمعها برضه هنعمل ايه؟ اثمويدكتومي هنروح نفتحه نشيل يعني من بره تمام؟ هفتح حتة واشيل انا من بره يما نعمل ايه؟ نعمل دي لو دخلي فيه خلاص بعيب انا هفتح وشيل طالما دخلي في طيب لو يعني لو بتاعي دخل على العين اكيد هعمل له هعمل له هشيل هشيل الاربت تمام؟ ده احنا بش بنحذر لما يدخل على الاربت لازم نشيلها هنعمل طيب لو نزلي بقى على الليمفنود بتاعي النيك طبعا هشيلها هعمل راديكال للنيك ديسترشن في ايه؟ في البالابل سيرف الليمفنود تمام؟ هشيلها ورديو الثرابي دي بعملها بعد الابريشن تمام؟ عشان اتأكد انه هو ما يركعت فيه الحمدلله خلصنا التيومر تمام؟ نبدأ فيه ده برضو بعمل لي وده مهمة جدا وسهل والدكتور بيموت فيه طيب بيكون كامل في مهمة طيب 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 الطيب ايه باتري طيب السمتومس دي مهمة جدا يوني لاترال لازم يكون يوني لاترال ممكن يجي ببلاد شوية بارده تمام؟ ايه كمان اوكا اهم حاجة انه هو يوني لاترال وفي السيجنز اللي بيش انت قايلة بايه؟ يوني لاترال اوفنسف بريليان تنيزر دسشارج بريليانت خلفي بالكم وشوية بلد ستريند طيب وايه كمان هلاقي بقى الفورين بادي الفورين بادي اللي انا بصيت هلاقيه هاشوفه وقدر اشيله تمام اوكي ميشي اه بالنسبة للكمبليكيشنز الا يحصل هيحصل لريانايتس ايما سانوتايس اكيد بقى ساكندري انفكشن ريانايتس وكده ممكن ايه كمان ممكن يعملي نيزل ستون اسمه فورميشن اوف رياناليث ليه نيزل ستون دي نتيجة ان الجسم عمل يرسب الكالسيوم سولتس على الفورين بادي ده تمام اما اللي يرسب عليه وممكن يتكون بلد كلوت او انسبارد ميو كسباردو تمام فممكن يعمل ليه نيزل ستون التريتمنت لازم نشيله طبعا ريموف البيوهوك او الفورسيبس وهدي جنراستيجا في حالة لو البيشن بتاعي انكبريتف مش راضي يقعد زي الاطفال طيب اه بيجي السؤال ازاي بيجي السؤال زي كده يقول لي واحد عنده خمس سنين اوه عنده تريبل يوني لاترال اوفنسف نيزل ستورج على طول واحد صغير وعنده يوني لاترال اوفنسف بتاعي كل فيه شوية بلد في الرايت نوسترل طيب ايه هي الموست ساسبكتد باثوليجي على طول ايه نيزل اوبستركشن نتيجة صح؟ تمام؟ طيب ايه تريتمنت عالونا؟ تمام؟ بس سهلة وبسيطة؟ او طيب نكمل اه تمام ناخد بقى تالت تحديدة معنا اللي هي سي اس اف رينوريا تمام؟ ماشي داديني طبع احنا كده خلاص سيبنا النيزل اوبستركشن ودخلنا فيه نيزل استراج ضيب نيزل استراج او الحاجة سي اس اس اف ريي balcony دي عبارة عن الليكيج من في سي اس اف من النوس تمام؟ ه source بيجي نتيجة ايه نتيجة فين او ايه؟ نتيجة انه يدفكت في خلل في العظمة صح؟ في الروف بتاع لنزل كافيتي في اسربرو فورمر بباليت اللي هي دي اسمها العظمة اللي هي بتوصل ما بين النيزل كافيتي وما بين العقل تمام؟ ياما ما دفكت في الروف بتاع الح activsy Theme called اوكي اكيد دفكت طيب الكمبيليكيشنز بعد الكمبيليكيشنز طبعا وحشة ملنجايتس اتناك تيجت البكتيريا ايه كمان ممكن البيشنط هو ينفخ او بيعمل لي نوز بلوينج يروح عامل لي نيوموسيفلس يدخل الير قوة الانتيريير كنيه طبعا دي حاجة مميتة اصلا تمام طبعا ربنا يعافينا طيب بالنسبة الاتولوجي والكنيكال بكتير الاتولوجي نبدأ به بنتيجة ايه سبب ان البيشنط يجيلي بكده زي ما انتم شايفين في الصورة هو انه يعني البيشنط عنده خلل اصلا خلل في العظم بتاعه مش متوصل بطريقة صحيحة ففي دفكت طيب ممكن او ممكن الواحد بها وهو بيعمل عملية سيرجيكال انترا نيزل كرينيال ممكن البيشنط والدكتور بيعمل عملية يروح عابط شوية في اي بون فيعمل ايه يعمل له طيب ممكن او ممكن عطريق الحادثة لو هو خبط يعمل له طيب ممكن او اهم حاجة سيفلس سيفلس دي بتعملينا كل حاجة كلبة دي تمام بتعملينا كل حاجة سيفلس ممكن تمام ايه نيوبلاستيك انترا نيزل زي ما احنا ما قلنا الاثمويدل ما احنا لسه اخدينها قبل شوية صح ممكن تعملي وتوديني طيب في بعض الناس قالت ان هي مش عارفين ايه سبب تمام اوكي ناخد بقى ومهمة الرونيرية بتجيلي عبارة عن ايه الباشنت جايلي بمية شايفين مية بتكون واتري بنفس الوقت كلير فاضية ما فيهاش ولا اي حاجة ويوني لاتريل اوكي بتكون يوني لاتريل بتكون سلطي او سلطي جدا عشان كواها كولوريد طيب هل اقول له استخدم المنديل هل هل المنديل هينشفها لأ لأ عشان ما فيهاش ميوكس اصلا مش هتلزق فيه مش هتلزق فيه بتاعي طيب بتزيد امتى لما يعمل لي اما اثناء يعني بيبضل جهد اثناء هو بيبضل الجهد تمام هلا ايه عمالة تزيد نتيجة زيادة اكيد انتو فهمتو بات تريتمنت اناها على الجزء اكيد اوكي تمام بالنسبة للمادة اللي احنا اخدناها هلا ايه ايه كلير وكالوريد زي ما احنا ما قلنا هنلاقيه مش جوا ميوكس او لالبيومين طيب هنلاقي فيه جلوكوز جلوكوز كتير جدا نحوالي تلاتين في المية كتير تمام وايه كمان هنعمل سيتسكان اه هنشوف بتاع السايت بتاع بتاعي تمام لو عملت سيتسكان هيقول لي فيه هنا دفاكت هنا في العظمة دي اوكي مستخدم صبغة صبغة مهمة اسمها لون ايه الصبغة دي لونها تمام زي البيشنت ده انا وانتو شايفين لونها يلو جرين تمام دي بتعرفني مكان الدفاكت دفاكت السايت تمام تمام وبحقنه بايه بانجيكشن بايه فلوريسين برضو تمام بس الصبغة لونها ايه اسمها يلو جرين تمام بس كده عزينا ايه حياتا يا لأ ندخل عالتريتمنت اكيد تريتمنت ياما كومنسيرفيتف تريتمنت هقول له خلي بالك من نفسك هعمل له ايه يعني هقول له ما تعملش نايم وورقبتك مرفوعة اعمل نايم وانت في طيب عشان نقلل طيب ايه كمان هقول له افويد بقى افويد الاسترينيك متبذرج قدوة لنينيك فورورد افويد افويد البلوينج النوز بلوينج عشان نيوموسيرفوس افويد النيزل دروبس عشان المانجيتيتس انا اديله انتبيوتك عشان اخايف عليه بقى من المانجيتيتس بس الادوية اللي بتعدي من البلوت برين باريير هل في حالة تانية لا اه تمام اوكي اه ممكن تريتمنت باعها امتى لما الكونسيرفيتف تريتمنت باعتي تفشل خلال اليوم التسبوعين لتلاثة تسبوعين طيب ازاي بقى ناخد من الميكوزة ياما الفيشيا ياما المسل ونروح نزرحها بقى تمام مكان الاطعة مش هو فانا بحاول اخبي ده بان انا اعمله تمام ممكن ااخد الميكوزة فلاب اعمل ميكوزة فلاب ودي انا باخدها عن طريق ابروتش او اسلوب اسمه تمام بس يعني انا بستخدم ايه بستخدم عشان امنع الدفقت ده. اوكي نيجي ليه اه التحديد اللي بعد كده. ليه اوكي هما اربعة واحنا خدنا دي خدناه اوكي مش نتكلم عنه. في بتيجي نتيجة الترومة برضو. في اكيد بتيجي نتيجة الترومة كسر في عظمة الاذن. في بقى لها حاش الله ينكسر كامل. طيب بالنسبة لي اول حاجة نتكلم عليها. بيحصل فين? طبعا هي في البادي. اكيد احنا بنشوفها كتير في لعيفة الكورة وفي كل الاماكن. مجرد خبطة واحدة يروح على طول انفه مكسرت صح? تمام? فهي التيب بقى. التيب هل بيجي لي كده يعني انفه مكسورة كده خلاص? لا. بيجي معي اكيد بيجي فيه تمزق في الميكوزة اللي تحته. تمام? يعني بيكون امر بشع خالص. زي الصورة دي. طبعا هنا خفيف. تمام? في نفس الوقت فيه اهي. واخد جنب السيبتوم صح? ادي السيبتومز احنا عمليين نقولها واحدة واحدة. والمهم. الايتولوجي ايه السبب? اكيد ترومة. نتيجة النوز بلوي اما الكار اكسيتم. طيب السيبتومز. السيبتومز عندي اكيد اللي بيجي يقول لي انا خبطة او انا شوفة او كده. طيب هل هي عنده بين بس البين عنده ترانزيت في بس. اول ما خبط البين واجعوا كده وبس. وبعدين روح. هلاقي عنده اكيد. تمام? هلاقي عنده اهو. لما انا بص هلاقي ان اذنه اه اصدين انفه مش مش كويسة. تمام? فيها عشان في النيزل بون. طيب هلاقي النيزل اكيد. تمام? نكمل ناخد الساينز. تمام? الساينز عادية ونفتكروها بالحقات. اه اول ما بص وانا بص هلاقي هلاقي وقديمة. تمام? هلاقي وقديمة على منطقة الانف. هلاقي كمان هلاقي الانف شكلها غريب. عشان في النيزل بون. ماشي. هشوف ايه كمان? هشوف عشان يعني اللي هو كدمة. تمام? نتيجة الصدمة او كده. فالدم تجمع تحت العين. فاسمعها بلاك اي. تمام? استغفر الله. ما عمش ليه بيقفل يعني. اكيد انا فتح وقعت بزاكر يعني لازم تقفل. استغفر الله. مهم. تمام كنا هنا. اوكي. ماشي. ماشي. لو البيشنت جايلي ومخبوط من قدام. لو الانتيريور لو البلو جايلي من الفرونت. يبقى اكيد النوزة يحصل لها ديبريشن. طيب لو مخبوط من السايد. لا اه يحصل لها ديفيشن. هتروح يمين او شمال. صح? تمام? زي روح يمين. روح شمال. خد شمال. ايو هي دي. البالبتيشن. فقا. لو انا جيت احسسها لا يتيندرنس. اكيد. يعني. وايه كمان. كريبتس. كريبتس يعني زي فرقاة كده. اللي هو نتيجة كسر العظم اللي تحتي. هشوف بالانتيريور رونيسكوبي بتاعي هلاقي هلاقي. هلاقي راسيريشنز موجودة. لسيريشنز في الميوكس. وهلاقي السيبتم بتاعي ديفييتد وهي ماتومة. اوكي. تمام. الاكس راي لازم اعمله وهي بتكون حاجة امبورتان. يعني احنا نعمل الاكس راي. طيب. خلص بسرعة. قبل ما يقفل تاني. اوه تلات حالات. البيشنج جايلي وانفه مكسورة. انا عبص على طول. لو لو ريسنت كيس. لو هو جايلي دلوقتي ولسه مكسورة دلوقتي. لو لو جايلي بس بعدها بشوية. يا اما ايه لات كيس. لو جايلي متأخر. يعني لو هو جايلي دلوقتي. على طول انه هعمل ايه? هعمل تمام. هبص. هلاقي ان مفيش اوديما. لو انا جيت بصيت عالعيان هو لسه مكبوت فيها دلوقتي وما فيهاش اوديما هروح اعمل على طول هرجع العظم مكانها. تمام? مانيولي باديه اما باستخدام الانسترومنت اللي هي والشامس فورسب. تمام? بعدين عملها وفي نفس الوقت بسبلنت. هحط سبلنت كزا كبيرة فوق الامف. تمام? زي الصورة دي. ده لو ريسنت كيس. طيب لو اميديت كيس. لا. لو في اديتماس. اديتماس? لا. اسبها. استنى. استنى لما الديمة تمشي. او ما سيحصل لها سبسايد. وبعدين اعمل ايه بقى? اعمل اميديات ريداكشن. تمام? لو في الاميديات كيس او لو في اديمة. يبقى استنى. وبعدين لما الديمة تمشي اروح اعمل ايه? ريسنت كيس. اعمل اميديات ريداكشن. طيب. الات كيس بقى لا. دي خلاص انا مش هقدر اعمل حاجة. تمام? فهنعمل له ايه بقى? رينو بلاستي. هنزرع نزرع هنغير بقى هنغير نوع الانف بتاعتهم. اوكي? هنفتح ونشيل العظم المكسور ده ونحط احنا عندنا عظم من عندنا ونعمله برضو للنيزل بوندي. تمام? اسمها اللي بيعملوها الكوزماريك اللي هو بتوع التجميل وكده. مانشي. الحمدلله ناخد اللي بعدها والله يعفينا. ممكن الواحد نتيجة الخبطة طبعا. سيفير دايركت تروما. في الاكسدينت او فول فوم هايت. ممكن دي تروح كسراله السينز. تمام? السيمتوم اكيد. هل البين ترانزيت اثناء الانجري فقط? لا. اده البين وحش جدا. لدرجة النواة بيعمله نيرولوجيكال شاك. طيب. البيليدينج اكيد. البيشنط اعمال ينزل دم كتير جدا. لدرجة نواة يوصله في هاي بولايميك شاك. طيب. الريسبراتوري ابستركشن. ليه بقى? عشان البليت عنده نازل. البليت نازل فسادة اصلا في مخرج التنفس. تمام? فالبيشنط جايلي مش عارف يتنفس. برسبراتوري ابستركشن. عشان كده هنستخدم هاي تريكيوستومي والويند بايب. على طول. اي حد مش عارف يتنفس ويند تريكيوستومي ويند بايب. تمام. وهي جايلي بتفورمتي زي ما انتم شايفين تباين عليه ان هو في تفورمتي عشان تمام? اوكي. هناخد زي ما انا قلت الانسبيكشن هنشوف اي هنلاقي زي ما احنا معارفين وهو متومة. طيب هنلاقي طبعا عشان. طيب البلبيتيشن بقى. هلقي تندرنس وكريبتس. تمام? فيه فرقاء كده. سيتي اسكان هاي قولي ان فعلا فيه كسر في الفراكشور بتاع الساينس. تريتمنت بقى. تريتمنت سهلة. هنعمل بتاع الايروي. زي ما انا احنا ما قلنا. لازم نعمل للايروي. فاكرين اي بي سي دي. ايوة كانت اول حاجة اي اير ايروي. صح? لازم محافظة الايروي بتاع المريض. سنما بقى اتخدام النيدل اخرم على طول في اللارنكس بتاعتي. او في الفارنكس. واخليه تنفس. ياما الاندو تريكيال انتوباشن. طيب. واعمل له. لو هو بينزف اوقف النزيف. لو هو متوجع ادي له. طيب. اعمل له. في حالة انه خلاص. ارجع البونز. ما كانها. مش حصلها. ارجعها بقى. تمام? ووقفها بالبليتس والسكروز. زي ما انتم شايفين في الصورة دي. وزي ما احنا ما خدنا في الترومة. تمام? مديول الترومة. طيب. والله خلصنا. خلاص. شوية حاجات لازم نعملها ريميمبر. تمام? عشو نفرق ما بينهم. الفورن باري امباكشن. احنا عارفينه لازم يكون ايه يوني لاترال في اللي تشيلدرن ويوني لاترال. يوني لاترال. طيب السيبتة اللي هي ما تم. لا. دي عكس بقى. دي بايلاترال. بيجي لبيشنت هستري اف ترومة وبايلاترال. اهم حاجة ان هو اللي اتنين بايلاترال. تمام? بايلاترال وبايلاترال. طيب. سي اس اف رينو ريح نتكلمنا بقى والسلطي والنوع وكل حاجة. في الاوروانترال فيستيولة. اللي هي الفتحة اللي بتوصل اللي هو المكزيري ساينس بالاورال كافتي. تمام? ما لها. دي بتيجي نتيجة بتاع 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 المورول والبريمولر اللي هو الضواحق. تمام? ممكن هو رايح يشيل اه الدرس. الدرس تمام؟ يروح يروح جايله اه هي بتاعتها? تلات حاجات. لما اقول البايشنت انفخ هلاقي ان الهوى بيطلع من الماث بتاعه. تمام? ايه كمان? بيجي لبيوني لاترال نيزر ريجارجل. عنده ديسفيجية. مش عارف يشرب الفلويد تمام عنده تسفيجيا كل ما قوله ابلع او اشرب مفيش عمال يرجعه تمام مهمة جدا دياغنوستيك طيب و ايه كمان عنده يوني لاترال وفنسيف نيزل دستروج اوكي بس مهمة اوية دي عشان تفرقوا ما بينها مين البي لاترال مين يوني لاترال مين اللي بحصله بس كده اوكي و كلمنا عنها بس اتمنى تكونوا فهمتوا كل حاجة اه كويسة و الى اللقاء في مرات اخرى بإذن الله